بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أرسله ربه بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فبلغ البلاغ المبين ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ولم يلتحك بالرفيق الأعلى حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسًا مباركًا وأن يرزقنا فيه العلم النافع مما يفيدنا في أمور ديننا ودنيانا ونسأله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا الحكمة والتأويل وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح أيها الإخوة في الله بوضوع هذا الدرس هو شرح قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الذاريات في بيان أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وطاعته فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وهي الآيات التي قرأها إمام المسجد الحرام في الركعة الثانية والله تبارك وتعالى يبين لنا أنه ما خلقنا إلا لعبادته وطاعته وأن هذا هو مراده الشرعي لا مراده الكوني لأن الله تبارك وتعالى لو كان أراد عبادته كوناً لم يعصه أحد ولكن الله تبارك وتعالى خلق الجنة والنار وخلق للجنة أهلاً وخلق للنار أهلاً فمن عبده حق عبادته وأطاعه وصدق بكلماته وبكتبه ورسله فإن مصيره إلى الجنة وأما من أشرك به وعاند وخالف صراطه وخالف ما جاء به أنبياءه ورسله فإن مصيره والعياذ بالله إلى النار لأن القسمة ثنائية فريق في الجنة وفريق في السعير والله تبارك وتعالى إنما خلقنا لعبادته وطاعته وهو عز وجل غني عننا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فمن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها والله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي فهو الغني تبارك وتعالى غني عن العباد وعن عبادتهم وإنما يعمل العبد لنفسه فإن أطاع وصدق ووحد وعبد الله حق عبادته فإن الله عز وجل لا يظلم أحداً شيئاً فمصيره إلى الجنة فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره والله تبارك وتعالى أرسل رسله جميعاً بالأمر بتوحيد العبادة بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً كما في سورة الأعراف أن الله عز وجل ذكر عن الأنبياء كلهم كلهم نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء أن كل نبي كان يقول لقومه أعبدوا الله ما لكم من إله غيره فهذه هي دعوة الأنبياء الجميع عبادة الله وحده وعدم الشرك به ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فعبادة الله عز وجل هي دعوة الأنبياء وإن اختلفت شرائعهم وإن كان لكل نبي شريعة تخصه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة لكن الأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد وهو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ولذلك فإن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات يبين لنا أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته وطاعته وقد قدم الجن على الإنس في سياق الآية وما خلقت الجن والإنس لأن الجن خلقوا قبل الإنس والجن خلقناه من قبل من نار السموم فالله خلق الجن قبل الإنس وأيضاً لأن الجن مستترين ولأن الأمر عليهم ألزم فإنهم من ذرية إبليس الذي لعنه الله وطرده وأبعده من رحمته وأما الإنس فإنهم من ذرية آدم نبي مكلم من أنبياء الله وهو أبو البشر وقد عبد الله عز وجل ووحده ودعا إليه فلذلك كان التأكيد على الجن بالأمر بعبادة الله أكثر من الأمر للإنس لأنه قدمهم في الآية هكذا قال بعض العلماء والرأي الأول هو الراجح وهو أن الله تبارك وتعالى خلق الجن قبل الإنس والجن خلقناه الله عز وجل خلق الجان من قبل من نار السموم فالجن مخلوقون من نار والإنس مخلوقون من طين أما الجن فسموا جنا لأنهم مستترون وكل شيء مستتر فهو قد أخذ مجنا يعني ساترا ولذلك سمي المجنون مجنونا لأنه غاب عنه عقله أما الجن وإبليس وجنوده فكما قال الله عز وجل فيهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم لكنهم مع أنهم معنا على الأرض لكننا لا نراهم إلا إذا تشكلوا على هيئة حيات أو حيوانات أو نحوها فالله تبارك وتعالى قدم الأمر بعبادته والأمر بطاعته بالأمر للجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبيّن أن الخلق من اختصاصه تبارك وتعالى وهذا يدل على توحيد الربوبية الذي أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحي وهو المميت فإذا كان هو الخالق المدبر للكون فإذن هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له فهو النافع وهو الضار وهو المحي وهو المميت وهو الرزاق وهو الذي يشفي المريض وهو الذي يرد الغائب وهو الذي يرزق الولد وهو تبارك وتعالى كل ما في السماوات وما في الأرض إنما هو من خلق الله تبارك وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه والله تبارك وتعالى يذكر توحيد الربوبية ليستدل به على توحيد الألوهية على توحيد العبادة والعلماء بعضهم يعني قد بعض الناس يقول إن هذا التقسيم تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين إنما نشأ في القرون المتأخرة لكننا نقول لهم إن هذا مأخوذ من كلام الله تبارك وتعالى من نصوص القرآن الكريم فهي التي تدل على هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ومنهم من يقسمه إلى قسمين التوحيد العلمي الخبر وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة التوحيد الإرادي الطلبي الذي هو مراد من العباد أن يفعلوه أو توحيد بأفعال الله تبارك وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة فهذا توحيد الربوبية أو توحيد الله بأفعاله تبارك وتعالى وأما توحيد الألوهية وتوحيد العبادة فهو توحيد الله بأفعال العباد من الصلاة والصيام والحج والعمرة والمحبة والصدق وصلة المعروف وأعمال البر والخشية والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها من أنواع العبادة سواء كانت عبادات قلبية أو عبادات من عبادات الجوارح كلها من أفعال العباد فتوحيد الله تعالى بها من أفعال العباد ولذلك هذه الأنواع الثلاثة مستقاه من القرآن الكريم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية هذه الآية في سورة مريم الله عز وجل يقول فاعبده هذا توحيد العبادة فاعبده واصطبر لعبادته هذا الله عز وجل قال رب السماوات والأرض وما بينهما يعني هذا توحيد الربوبية رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده توحيد الربوبية واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية توحيد الأسماء والصفات فالله ليس له سمي وليس له مثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما في قوله تعالى في سورة الناس قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية ملك الناس توحيد الأسماء والصفات إثبات الملك لله عز وجل إله الناس من شر الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس هذا توحيد الألوهية ومعنى توحيد الألوهية أن الله هو المألوف المعبود المحبوب ومنه اسم الجلالة لفظ الله تبارك وتعالى وليس لأحد حظ في هذا الاسم فهو من اختصاص الرب تبارك وتعالى ولذلك قسم العلماء أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات إنما هي مأخوذة من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة فلذلك وكان الكفار في الجاهلية ما أنكروا هذا التوحيد ولئن سألتهم الله عز وجل هذا كلامه في سورة الزمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ما أنكروا ما أنكروا أن الله هو خالق السماوات وخالق الأرض وهو الذي يملك السمع والأبصار وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي يرزق من في السماوات ومن في الأرض كل هذه نصوص القرآن الكريم تدل على توحيد الربوبية وأن الكفار في الجاهلية ولم يعرف أحد أنه أنكر توحيد الربوبية يعني أن الله هو الرب وهو المالك وهو الخالق وهو المحي وهو المميت هذه كلها من صفات الرب تبارك وتعالى الذي لا يشركه فيها أحد هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض ليس هناك خالق إلا الله تبارك وتعالى أما قوله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين هنا الخلق ليس المراد الإيجاد من العدم فإن البشر لا يستطيعون أن يوجدوا شيئا من العدم إنما هذا المراد به التشكيل كان يشكل من الطين أو يشكل من أي شيء من الألوان أو غيرها أو يصنع طائرة أو سيارة إنما هو يصنع شيئا مما خلقه الله تبارك وتعالى وإلا فالأمور المواد الأولية كلها من خلق الله تبارك وتعالى فهو الذي خلق الطين وخلق الحديد وخلق الخشب وخلق كل شيء الله خالق كل شيء تبارك وتعالى فلذلك لم يعرف أن أحد أنكر توحيد الربوبية إلا ما كان من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى مع أنه مقر في داخل نفسه بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق قال له موسى يخاطب فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وقال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فالذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار العرب في الجاهلية لم يكونوا ينكرون أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيء وهو المميت وإنما أنكروا توحيد العبادة توحيد العلوهية وقالوا وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلياتكم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب يعني هم استغربوا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتركوا عبادة هذه الآليا والأصنام والأشجار والأعجار عرفوا معنى لا إله إلا الله وأنها ترك هذه الأمور كلها وعبادة الله وحده فلا معبود إلا الله ولا حاكم إلا الله ولا دعاء إلا لله ولا نذر إلا لله ولا استعانة ولا استغاثة فيما لا يقدر عليه أحد إلا بالله تبارك وتعالى والتوكل والخشية والرغبة والرهبة كل هذه سواء من أعمال القلوب أعمال الجوارع عرف العرب في الجاهلية أن معنى لا إله إلا الله أن يتركوا عبادة هذه الأصنام ولذلك أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه وآذوه بل وأخرجوه من مكة فخرج عليه الصلاة والسلام بعد أن مكث ثلاثة عشر عاماً يدعوهم إلى عبادة الله وحده مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة في مكة المكرمة ثلاثة عشر عاماً يدعو إلى لا إله إلا الله ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لأن أيها الإخوة يجب أن ننتبه أن من مات على لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله لا يدعو صنماً ولا يذبح لقبر ولا لولي ولا يتوكل على غير الله وإنما جميع أعماله لله عز وجل كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا تشرك بولي ولا بنبي ولا بملك ولا بساحر ولا بكاهن تتوكل على الله وحده تبارك وتعالى لا كما يفعل بعض الجهال إذا وقع في مصيبة أو وقع في كرب أو وقع في مشكلة فإنه ما يدعو الله يقول يا سيدي فلان يا عبد القادر يا زيلعي يا رفاعي يا حسن يدعو غير الله فهذا شرك تدعو أشركت مع الله غيره جعلت لله نداً إني والإنس والجن في نبأ عظيم كما في الحديث القدسي أخلقوا ويعبدوا غيري أرزقوا ويشكروا سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحببوا إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي فهذا والعياذ بالله مضاد لتوحيد العبادة فمن توكل على غير الله فيما لا يستطيعه إلا الله أو استعان بغير الله أو استغاذ بغير الله في كشف المكروب في رد الغائب في شفاء المريض فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك أفسد صلاته وصيامه وحجه وزكاته مثلاً يطوف بالبيت ويقول مدد يا سيدي فلان وهو يطوف في الكعبة يعني أنت هذا محل محل التوحيد ومحل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهو يقول يا سيدي فلان مدد يا شيخ فلان وهو يطوف بالكعبة أليس هذا من الجهل؟ أليس هذا من الغبل؟ هذا لا صلاة له ولا صيام ولا حج ولا قبول والعياذ بالله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا غيره العبادة تصرف لله عز وجل فهذا هو توحيد العبادة الذي أنكره الكفار في الجاهلية وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسفك دماءهم وسبى نساءهم واستحل أموالهم لأنه ما نكبروا توحيد العبادة لم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية لم ينفعهم أنهم آمنوا بأن الله هو الخالق والرازق وأنه خالق السماوات والأرض وأنه المحي المميت لم ينفعهم هذا خزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وقاتلوه على لا إله إلا الله ولذلك لما جاء أبو فريرا رضي الله عنه وقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتي قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة من مات على الشرك فهو من أهل النار ولذلك يأتي أهمية أيها الأخوة أن نفهم التوحيد وأن ندرس التوحيد وأن نعرف الشرك نعرف التوحيد فنعمل به ونعرف الشرك فنجتنبه سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر والقرآن الكريم آياته كلها طافحة ببيان العقيدة قل أن تمر على صفحة من القرآن أو سورة من القرآن إلا وهي تدعو إلى عبادة الله وعده وترك عبادة الأصنام والأوثان والأحجار والأولياء يعني للأسف في بعض البلدان تجد فيها القبور يذهبون إليها والأولياء يذبحون لها وينذرون لها ويتمسحون بالقبور يزعمون أن هؤلاء أولياء صالحين وأن لهم منزل هجاه عند الله يعني فيقول أن نحن نتقرب إليهم ليشفعوا لنا عند الله هذه نفسها مقالة المشركين في الجاهلية قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسفك دماعهم واستبح أموالهم وسبى نساهم لأنهم أشركوا بالله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه ونفسه وأهله من قال لا إله إلا الله عصم نفسه وماله وحسابه على الله ولذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين لأنهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق لكنهم يشركون مع الله فيعبدون أصنامهم أو ثانهم اللات والعزة كما قال عز وجل أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى اللات اشتقوا اسمه من الله والعزة اشتقوها من العزيز يعني من أسماء الله تبارك وتعالى وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وقيل إنه رجل كان يلت السويق للحجاج في الجاهلية فمات فعكفوا على قبره يلت السويق ويجعله على صخرة يأكل منها المسافرون من الحجاج كان العربي حجون في الجاهلية لكنهم يشركوا فما نفعهم حجهم ويطوفون بالبيت ويقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فوقعوا في الشرك فإذن ما نفعهم لا حجهم ولا طوافهم لأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى أما إثبات أسماء الله تعالى وصفاته فهذا هو التوحيد العلمي الخبري الذي يجب على كل مؤمن أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال وصفات الجلال فالله عز وجل له علو القدر وله علو الذات وله علو تبارك وتعالى القهر كل هذه لله تبارك وتعالى فنثبت لله عز وجل أسماءه وصفاته كما أثبتها في القرآن الكريم وكما أثبتها لو رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الله عز وجل هو الخالق وهذا من أسمائه والرازق وهذا من أسمائه والمحيي وهذا من أسمائه والمميت وهذا من أسمائه والعزيز والغفور والرحيم كل هذه أسماء الله تبارك وتعالى نتقرب إليه بها لكننا لا ننكرها ولا نعولها بل نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أنه سميع بسمع بصير ببصر عليم بعلم قدير بقدرة مستو على عرشه بائن من خلقه وأننا نراه يوم القيامة تبارك وتعالى كما قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها يعني صلاة الفجر وسلاة العصر لأن من حافظ عليهما فإن الله يمن عليه برؤية وجه الرب تبارك وتعالى يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال عز وجل في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الإمام الشافعي من فقه رحمه الله الإمام محمد بن إدريس الشافعي قال فلما حجب الكفار والمنافقون حجبوا عن الله دل على أن المؤمنين يرون ربهم وأعظم نعيم لأهل الجنة هي رؤية الرب تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لهم الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وأعظم نعيم لأهل الجنة أن يروا وجه الرب تبارك وتعالى يطل عليهم تبارك وتعالى من سماواته وهم في جناته وهم في نعيمهم فيصطع نور على أهل الجنة فيرفعون رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى بوجهه الكريم ينظر إليهم ويضحك ويقول ماذا تريدون يا عبادي قالوا وما نريد يا ربنا وقد نجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة وبيضت وجوهنا ونحن في هذا النعيم قال أن أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم أبدا ويؤتى بالموت على هيئة كبش فيوضع بين الجنة والنار فيذبح ويقال يا أهل الجنة فيشرأبون وينظرون ويقول هل تعرفون هذا قالوا هذا الموت يؤتى بالموت على هيئة كبش ويقال لأهل النار هلا تنظرون فينظرون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت فيفرحون ويسرون ويبتهجون ويفرحون بهذه النعمة العظيمة خلود ولا موت لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم نعيم دائم نسأل الله الكريم من فضله وأما الكفار فيزدادون غبنا وحزنا يقال لهم خلود ولا موت خالدين فيها أبدا والعياذ بالله هل نقوى على عذاب الله هل نقوى على النار هذه النار نار الدنيا يقول فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة قالوا إن كانت لكافية يا رسول الله تنضج الطعام تنضج اللعم قال إنها تزيد عليها بتسعة وستين ضعفا فهل نقوى عليها وقد عليها ألف عام حتى بيضت وألف عام حتى حمرت وألف عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة والعياذ بالله فهل نقوى عليها لذلك العبد عليه أن يحقق التوحيد لينجو من عذاب الله ليحقق معنى قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وقوله عز وجل وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا يعني لو أخطأت في صلاتك في صيامك في حجك في نسكك مغفور لك لكن لو أخطأت في التوحيد وقعت في الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولذلك الله عز وجل يقول وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَةٍ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةِ يعني الله عز وجل امتن على من شاء من عبادي بالهداية وهذه هداية التوفيق هذه هداية التوفيق يهدي من يشاء ويظل من يشاء الخلق خلقه ملكه تبارك وتعالى ولكنه أقام الحجة على العباد ولذلك الله عز وجل في هذه الآيات يبين أن أعظم أمر بعث به الرسل عليهم السلام هي عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام والآلهة والأشجار والأحجار فهي لا تشفع ولا تنفع ولا ترفع ترفع عن الإنسان مرضاً لا تنفع ولا ترفع ولا تشفع فلماذا تتوكل عليها؟ لماذا تذهب إلى الأولياء والقبور تذبح لها وتنذر لها وتتمرغ على أعتابها وتعتقد أن ترابها ترياق وأنه شفاء للأمراض هذا شرك إذا كان عبادة الله عند القبور من الكبائر فما بالك بالذي يدعو القبور ويدعو أصحاب القبور ويتوسل بهم ويتمسح بهم ويعتقد أن لهم شأن وأن لهم شرك في السماوات وفي الأرض يسمونهم الأقطاب يعني أن هذا القطب له تصرف في الكون مع الله تبارك وتعالى يعني أشرك في الربوبية أكثر من شرك المشركين في الجاهلية المشركون في الجاهلية كانوا إذا أصيبوا بشدة أو ركبوا البحر وجعتهم الأمواج وخافوا من الغرق دعوا الله مخلصين له الدين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون هذول العرب في الجاهلية هؤلاء المشركون في الجاهلية يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة طيب مشركوا زماننا مشركون في الرخاء وفي الشدة إذا أصابتهم مصيبة أو بغى ولد أو أصابته مرض أو المرأة تبغى زوج أو ولد أو تذهب إلى صاحبه إلى الولي إلى قبره تذبح له تتمرغ بقبره تقدم له المال تقدم له النذور تقدم له الذبايح حتى يشفع لها عند ربها أن يرزقها ولداً أو زوجاً أو يشفي مريضاً هذا هو الشرك في الجاهلية فهم يشركون في الرخاء وفي الشدة إذا أصابته شدة قال يا سيدي فلان أنا في حسبك يعني أنا في حمايتك يا سيدي عبدالقادر يا رفاعي يا زيلعي يا حسين طيب هذا الشرك تدعو غير الله تدعو أموات هم بحاجة أن تدعو لهم وأن تستغفر لهم وأن تتصدق عنهم هذا هو شرك العبودية هذا هو الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل الكتب كل نبي كان يقول لقومه افتحوا المصحف وأنظروا في سورة الأعراف وغيرها من السور تجدون هذه الآيات كل نبي يقول لقومه يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره لأن من ذبح لغير الله ودعا غير الله جعله إلها جعله إلها يرجوه ويخشاه ويأمل منه ويتوكل عليه ويحبه قال عز وجل ومن الناس هذا كلام الله ما هو كلام فلان ولا فلان قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يعني يحبون آلياتهم واصنامهم وقبورهم وأولياهم كحب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني جعلهم أندادا مع الله يرزقون ويشفون وينفعون ويضرون هذا هو الشرك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا يحبونهم كحب الله الحب الخالص حب الخشية والذل والخوف والمحبة هو لله تبارك وتعالى ولذلك عرف العلماء العبادة بأنها غاية غاية الظل مع غاية المحبة لأنه لو كان هناك طاغية أو حاكم ظالم فالناس يخافون منه لكنهم لا يحبونه فهذه ليست عبادة له خوف أو كان الإنسان يحب شخصا لكنه لا يذل له يحب زوجته ويحب والدي ويحب لكنه لا يذل لهم ولا يخضع لهم فهذا ليس عبادة العبادة تجمع بين غاية المحبة مع غاية الذل فعليهما فلك العبادة دائر حتى دارة القطبان لابد من غاية المحبة مع غاية الذل هؤلاء ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله المؤمن لا يحب شيئا أشد حبا من الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا يوم القيامة وأن الله شديد العذاب يوم القيامة ينكشف لهم الغطاء ويعلمون من هو الذي كان مستحقا للعبادة ومن هو الذي يجب أن يتبرأ منه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كر في الدنيا يعني فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وأي حسرة وأي حسرة أن تكون خسرت حياتك في نار جهنم والعياذ بالله قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين ولذلك لا بد يا الأخوة أن نفهم التوحيد لأنه لا نجاة للعبد حتى يخلص العبادة لله تبارك وتعالى فلا يتقرب لصنم ولا لشجر ولا لحجر ولا لقبر ولا لنبي ولا لملك ولا لقريب ولا لبعيد وإنما عبادته كلها لله قل إن صلاتي صلاة الركوع والسجود والعبادة صلاتي ونسكي النسك الذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا حياتك كلها نومك وطعامك وشرابك وذهابك وإيابك كلها تنويها بالله ولذلك هذا معنى العبودية ولذلك شرحها شيخ الإسلام لما قيل ابن تيمية رحمه الله قيل ما معنى العبادة قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة العبادة هي جمع كل كل ما يحبه الله ويرضاه حتى أكلك وشرابك وطعامك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيعتي أحدنا شهوته يعني زوجته حلاله ويؤجر على هذا قال نعم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يعثم أكان عليه وزر قالوا نعم يا رسول الله قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجل قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا وماتي صلاتك ونسكك وأكلك وشربك ونومك كلها تنوي بها التقرب إلى الله عز وجل تنام لتستعين على طاعة الله تأكل لتستعين على طاعة الله فتوجر على هذا حتى الدرهم والدينار التي تصرفه على آهلك توجر عليه دينار تنفقه في سبيل الله ودينار تنفقه على آهلك الأفضل والأعظم أجرا الذي تنفقه على أهلك لأنك تغنيهم عن السؤال هذا هو الإسلام هذا هو دين الله تبارك وتعالى كل حياتك كلها لله تبارك وتعالى أوقاتك كلها لله عز وجل ولهذا قوله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ هذه حقيقة يعني حتى لو كان العبد ينصر في أعمال الدنيا كما قال عز وجل وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا يعني إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فكسب الرزق والبيع والشراء إذا نويت فهو عبادة أن تستغني عن الفقر وأن تغني أهلك وأن تستغني عن السؤال الناس فهذا عبادة إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الإسلام ليس فقط في المسجد حتى في السوق حتى في العمل حتى في الشارع حتى في السيارة كلها العبادة الله تبارك وتعالى فإذا نوى العبد بذلك فهو يؤجر عليها فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهذا نص الآية وما خلقت الجنة والعنسة إلا ليعبدون وقال العلماء معنى يعبدون يعني إيش يوحدون يعني ليصلون ويصومون ويحجون ويوحدون الله تبارك وتعالى ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى لكن لا تطغى الدنيا على الآخرة لا يكون همك كلها الدنيا لا همك الآخرة عينك على الآخرة دائما تنظر للآخرة مصيرك تنظر إلى القبر إلى الآخرة إلى الموقف يقال إن صحابي كان اسمه حارثة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي كيف تجدك يا حارثة قال أجدني مؤمنا حقا يا رسول الله قال إن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك قال عزفت نفسي عن الدنيا وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وأنظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها وأنظر إلى أهل النار يتعذبون فيها فعزفت نفسي عن الدنيا يا رسول الله قال له عرفت فلزم يعني دائما العبد دائما ينظر إلى الآخرة يستعين بالدنيا على عبادة الله تبارك وتعالى ولا يمنع ذلك أن يشتغل بتجارته أن يعمل في صناعته في زراعته في تجارته إذا نوى بها الاستعانة على طاعة الله فهو مأجور فيها انظروا كيف عظمت الإسلام كما ضربت لكم المثل حتى ما تطعم أهلك حتى ما تطعم زوجتك كما تطعم أولادك حتى النفقة التي تنفق عليهم فهي أنت مأجور فيها حتى شهوتك وجماعك لزوجتك هذا تؤجر عليه لأنك لم تجعلها في حرام وإنما جعلتها في حلال قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة كل تهليلة صدقة كل تكبيرة صدقة كل تحميدة صدقة كل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها وتصلح بين اثنين لك فيها بها صدقة وفي بضع أحدكم صدقة فهذا كل الإسلام يجتمل على كل عمل صالح تتقرب به إلى الله فالله عز وجل يثيبك عليه الفرق هو النية إنما الأعمال بالنيات هذا حديث عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات بعض العلماء قال هذا الحديث هو ثث الإسلام وبعضهم قال هو ربع الإسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرع ما نوى فمن كانت هجرته أعماله الصالحة هجرته إلى الله ورسول فهجرته إلى الله ورسول ومن كانت هجرته إلى دنيا يعني ما ينظر للآخرة يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ولذلك ذم الله من كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط يعني يرضى للدنيا ويسخط للدنيا فعبادة الله عز وجل هي الأصل الأصيل الذي خلقنا من أجله ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله عندما فسر العبادة بأنها هي الإسم الجامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأعمال والظاهرة من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة قال أيضا في تعريف آخر قال العبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهاية الحب لله يعني لا تحب شيء عظم من حبك لله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الفاروق أمير المؤمنين قال يا رسول الله أنت أحب إلي من ولدي ووالدي ومن مالي ومن كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله يعني نفسي أحب إلي قال له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي حتى من نفسي قال الآن يا عمر الآن بلغت الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لن يبلغ العبد غاية الإيمان ولن يذوق طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن لا يحب المر إلا لله تحب زميلك صديقه تحبه في الله وتبغضه في الله ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظل في الحر الشديد والكرب الشديد حين يبلغ العرق إلى الركب وإلى الحقوي وإلى يلجم الناس الجاما من شدة العرق والناس حفات عرات غرل بهم في ذلك اليوم خمسون ألف سنة ذلك اليوم من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل من السبعة إثنان تحابا في الله اجتمعا على الحب في الله وافترقا على الحب في الله ولذلك استكثروا من الصالحين استكثروا من الأخلاء الصالحين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين بل إن الصالحين يوم القيامة لما يدخلون الجنة ويتفقدون أصدقاءهم وإخوانهم وأحبابهم فلا يجدون بعضهم فيقولون أينهم يمكنوا في النار فيشفعون إلى ربهم يطلبون من الله عز وجل أن يشفع فيهم في أحبابهم وأصدقائهم من أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد ولكن عندهم معاصي وعذبوا في النار فيقبلوا الله شفاعتهم ويخرجونهم من النار بشفاعة الشافعين فهذه من مكاسب الدنيا في الخلة الصالحة في محبة الصالحين وأن تأخذ من الصالحين فذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ولن يذوق عبد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله ليس لغرض دنيوي وإلا لمصلحة وإلا لشهوة من شهوات الدنيا يحبه لله وفي الله ويروى كما في الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في قرية من القرى أخ يحبه في الله صديق له مؤمن مسلم فجعل الله له في مدرجة الطريق أنزل الله ملكا على هيئة رجل قال له فين ذاهب قال إلى هذه القرية قال وماذا تفعل؟ قال لدي أخ في الله أزوره في الله قال فيه يعني معروف ترده عليه أو له نعمة عليك قال لا غير أني أحبه في الله يعني محبه خالصة لله قال فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله يحبك كما أنك أحببت هذا الشخص بالله هذا فضل العب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله ولن يبلغ العبد ولن يذوق طعم الإيمان حتى يحب الله ورسوله ويكون أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله الأمر الثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار هذا هي ما يذوق العبد طعم الإيمان له حلاوة وله طعم بماذا تنال هذه الحلاوة وهذا الطعم بخلاص العبادة لله بكثرة ذكر الله بكثرة الصلاة بكثرة الصيام بكثرة الأعمال الصالحة تذوق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وهي جنة السكينة والراحة التي يجدها المؤمن في نفسه والطمأنينة وقال بعضهم مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يجدوا ولم يجدوا ألذ ما فيها قالوا وما هو ألذ ما فيها؟ قالوا محبة الله وطاعته ورضوانه مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يجدوا ألذ ما فيها قالوا وما هو ألذ ما فيها؟ قالوا طاعة الله ومحبته ورضوانه وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى قال إبراهيم بن أدهم وهو من أئمة السلف قال إننا في سعادة يعني في قيام الليل في صلاة الليل في سعادة وفي راحة لو يعلم الملوك وأبناء الملوك وأهل التجارات ما نحن فيه لجالدون عليها بالسيوف نحن في سعادة ما يجدها أهل الثراء وأهل السلطان نحن في سعادة في الليل بل بعضهم كبعض الصحابة رضي الله عنهم لما حضرته الوفاة قال إنما أبكي على ضمع الهواجر وقيام الليل يعني يستلذون بحر الشمس وهم صائمون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوماً شديد الحر بعد الله فيه بينه وبين النار سبعين خريفة وفي رواية ما بين المشرق والمغرب يعني هؤلاء كانوا يستلذون بالطاعة يستلذون بالحر الشديد وهم صيام يبكون على ضمع الهواجر وعلى طول قيام الليل ومكابدة الليل هذا هو ذاق طعم الإيمان من عمل هذه الصالحات فمساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يجدوا ما هو ألذ منها فشيخ الإسلام رحمه الله لما يبين لنا معنى العبادة وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون قال العبادة اسم يجمع كمال الحب ونهايته وكمال الذل لله ونهايته فالحب الخلي عن الذل الحب الخالي من الذل والذل الخالي عن الحب لا يكون عبادة وإنما العبادة ما يجمع غاية الحب مع غاية الذل وقال رحمه الله أيضا وأما ما خلقوا له من عبادة الله ومحبة الله عز وجل والرضاه فهو إرادته الدينية يعني قلنا لكم أن قوله عز وجل وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون ليست الإرادة الكونية وإلا يكون كل الناس عابدين لله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا لو شاء الله ما أشرق لو شاء الله عز وجل لآمن كل من في الأرض ولكن الله يبتل العباد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خلقنا في هذه الدنيا للاختبار والابتلاء فمن صدق وآمن وعبد الله عز وجل حق عبادته فهذا من أهل الجنة ومن خالف وعصى وخرج عن أمر الله وارتكب نهيه فمصير والعياذ بالله إلى النار والله عز وجل أقام الحجة على العباد أقام الحجة بماذا؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب لأن لا يكون للناس على الله على الله حجة بعد الرسل فليس للعباد حجة على الله بعد أن أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب فلذلك المراد بالعبادة هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه يعني لآمرهم وأنهاهم كما قال علي رضي الله عنه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يفسر العبادة بأنها المراد بها إلا لآمرهم وأنهاهم ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم أن يعبدوني أو أدعوهم إلى عبادتي قال مجاهد بن جبر مجاهد بن جبر المكي يعني تفسير علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه الخليفة الرابع أبو الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه يقول في شرح الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني إلا لآمر العباد وأن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي أما مجاهد بن جبر المكي الذي يقول عرضت المصحفة على ابن عباس أقفه على كل آية يعني هذا عالم مكة عرض المصحف كله من أوله إلى آخره على حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس بن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقفه عند كل آية أسألوا عن معناها وفيما نزلت وفيما نزلت يعني عن أسباب نزولها وعن معناها يقول مجاهد بن جبر المكي رحمه الله قال في معنى الآية وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ إِلَّا لِآمُرَهُمْ وَأَنْهَا هُمْ واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية ويدل على هذا قول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني يترك الناس سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك العق يعني الله ما خلق الجن والإنس ولا خلق السماوات والأرض عبث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أيحسب الإنسان كما قال عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال الإمام الشافعي في شرح هذه الآية قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى أيحسبون أنما خلقناهم عبثا وأنهم إلينا لا يرجعون فتعالى الله الملك العق لا إله إلا هو رب العرش تبارك وتعالى تعالى عن العبث تبارك وتعالى لو أراد الله عبثا لا خلق عبثا لكنه منزه عن ذلك تبارك وتعالى وفي القرآن الكريم قوله عز وجل اعبدوا ربكم وقوله عز وجل اتقوا ربكم فقد أمرهم بما خلقوا له أرسل لهم الرسل بذلك فالعبادة بأنواعها الثلاثة يعني الإمام بن القيم بيّن أنها لها خمسة عشر نوعا من أنواع العبادة قال العبادة تنقسم على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح وأحكام المكلفين خمسة اللي هي الوجوب والاستحباب والحرام والمكروه والمباح خمسة في ثلاثة خمسة عشر فأنواع العبادة مقسمة على هذه الأنواع فهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح يعني طاعة القلب ومعصية القلب فطاعة القلب محبته لله وتوكله وخشيته وإنابته يعني لو أن القلب توكل توكل على غير الله فهذا شرك يعني اعتقد فيه ولي أنه يدفع عنه السوء فهذا شرك أو توكل عليه أنه يدفع عنه أو ينفعه أو يضره أو خاف منه هذه أعمال القلوب بعضهم يخشى يعني لو أنه علق تميمة على صدره يخشى أن يقطعها أو أحد يأخذها خوفا من الولي خوفا من الساحل خوفا من الكاهن هذا هو الخوف المنهي عنه الخوف من الله تبارك وتعالى هذه أعمال القلوب الإنابة الخشية الخوف التوكل الاستعانة الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تصرف إلا لله عز وجل هذه أعمال القلوب أما أعمال الجوارح أعمال الجوارح من الحج والعمرة والصلاة والدعاء هذه كلها كل هذه تعتبر أعمال أعمال الجوارح من الصلاة والذبح والنذر كل هذه أعمال الجوارح أعمال اللسان من الذكر والتسبيح والدعاء كل هذه أعمال اللسان فإذا جعلنا هذه الأعمال العبادات للقلب واللسان والجوارح وتناولتها الأحكام الشرعية من الوجوب والاستحباب والحرام والمكروه والمباح صارت خمسة عشر نوعا قال الإمام القرطبي في تفسيره وأصل العبادة هي التذلل والخضوع لله ولذلك سميت وظائف المكلفين عبادات ونادى الله عز وجل عباده بلفظ عبادي ولم ينادهم بلفظ العبودية العبد إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا هذا القصر يعني الإرادة الكونية هو الشرعية لكن الذين أطاعوا الله عز وجل وامتثلوا بأمره سماهم عبادي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون فسماهم عباد وأثنى عليهم بأنهم عباده وأما عبيده فالجميع كلهم عبيد لله لا يخرجون عن إرادة الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان الجميع محكومون بأمر الله الكوني القدري أما العبادة فهي اختيار العبد تختار أن تطيع وتختار أن تعصي وأنت محاسب على هذه الطاعة وعلى هذه المعصية فنسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا المجلس أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع أمرك طالبا رضاك اللهم ووفق ولاة أمورنا واحفظهم وجازهم خير الجزاء على ما يقدمون من خدمات لوفود الرحمن من الحجاج والعمار اللهم جازهم خير الجزاء اللهم واحفظ بلاد الحرمين وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار اللهم وانصر جنودنا المرابطين على حدود بلاد الحرمين اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وشاف مرضاهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم تقبل من الحجاج حجهم وعمرتهم اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين قد بدلت سيئاتهم حسنات والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه أجمعين